يمكن رؤية البئر من خلف حاجز زجاجي شفاف وهذا الاهتمام الكبير بماء زمزم يدفع الى التساؤل عما اذا كان لهذه البئر ولمائها ميزة على غيره في التركيب واكدت فرق من الباحثين هذا الاختلاف بوسائل علمية حديثة وتزامن ذلك مع تشكيل فريق طاف للعناية ببئر زمزم الغواصين لما نزلوا الديترون باصلة نزلوا في وسط البير عساس حددونا اتجاهات منابع بئر زمزم الباصلة ما اشتغلت فظنيت انا ان الباصلة خربانة ولا شاج جبت لهم باصلة تانية الديترونية نفس الحكاة فاصبح هناك في عدم معرفة اتجاه يعني هي شمال جنوب في اي مكان ما عرفنا اتجاه فالحقيقة كنا في حيرة في الموضوع دا فجبت انا كاميرات فيديو حق غوص وبدأنا نشوف ايش في وسط البير يعني ايش اللي منع فوجدنا اشياء كثيرة سقطت في داخل هذا البير اوصينا المقام السامي في ذلك الوقت انه نشيل مر ما سقط وما اقول كيف في بئر زمزم في ذلك الوقت الغواص كان بيستخدم انبوبة الوكسجين فكان انبوبة يعني الاقل ما تاخد الا ساعة تقريبا عملنا بالطريقة دي لمدة ممكن 15-20 يوم بدأنا نفكر كيف ندخلهم نهوى الى الداخل جبنا جرادل طبعا نحط فيها الحاجات اللي في وسط البير في حاجات تسقط فجأة في عملات في اواني نادرة في عملات ما قدرنا نعرف تاريخها لانه اكد في ناس يكتبها ساميهم ويرموها في قطع رخام يعني كانت ترمة مكتوب عليها لقنا مثلا عمر المختار حق ليبيا مكتوب ربي حقك ما في نفسي طبعا الشي اللي كان بيضايقنا في العمل هو ضيق فوهة البيع كان من ضمن الحاجات الغريبة انه انه الغواص صار يحس بحرقان في زوره هنا نتيجة التهوية العميدة التنظيفة الحقيقة كان ما كنا في ذلك الوقت نعرف عمك البئر كتيش لانه كله خمسين سنتي كانت رجعنا الى خمسين سنة الى الوراء البئر خمسة متار او ستة متار لكن اللي لاحظ انه هو زاد اكتر من كده لانه في ايام كان الدير يعني ما كان فيه كميات كبيرة من المياه وكان يرمو الدلو ايامها كان يطلع زي ما تقول طين فكانوا بيعتقدوا انهما لو حفروا تحت يجوا الى تشققات او صخرة او حاجة كده انه يجيب لهم ماء ولكن ما ما وجدنا شيء من هذا القبيل ولكن اصبح العمق الصخري ده هو كخزان ماء يجمع فيه ماء زمزم فكان يعني جيد انه فكروا هما بالطريقة اساسية لمياه بير زمزم اثناء العملية دي انا دخلت البير مع الشسم ونزلنا المياه الى منسوب معين جبنا كاميرات ايامية كانت كاميرات السوبر ايت والحاجات هذه وصورنا المصادر هذه جبنا عينات اخذنا عينات لماء زمزم من داخل الفتحات المصادر من متجه الكعب اللي جاي من اتجاه الكعب واللي جاي من اتجاه جبل الكبير الشيء الغريب طبعا بعد كده لما حللنا المياه هذه وجدنا ان كل هذه المياه الاخرى انت عارف اي موية موجودة في اي مكان حتى في الكاثة اللي قدام مكالي ولا حاجة الى كده تلاقيها فيها ميكروبات لكن الشيء الغريب ان العين المؤخذة من اتجاه الكعبة من المصدر الموجود من اتجاه الكعبة لا يوجد بها اي موية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر